اهلا ومرحبا بكم الى نشرتنا الرئيسة كل الرحمة لشهداء سوريا الابرار ولقائد هذا الوطن دمت صيفا دمشقيا وقام تعز لا تنحني يتفيأ بظلها الشرفاء السلام عليكم يحضر ايار وملامح الغزاة لا تتغير حتى لو تبدلت وجوههم واصابعهم الممدودة على زناد الغدر هي ذاتها رغم تباين الزمن وقد استفاقت اطماعهم واجتمعت جحافل استهدافهم من احلام العثمانية الجديدة الى طاغوت الاستعمار الاوروبي وتتوجها اليوم ربيبة العدوان امريكا وصنيعة الغرب اسرائيل لا مفاجأة في العدوان والكيان قائم عليه ويستمد وجوده منه ولا مواقف غير متوقعة من طغاة الارهاب باكلائه الاساسيين فيهم والاحتياطيين وباصلائه القديمين منهم والجدد امريكا التي باركت وفرنسا التي تتفهم وبريطانيا التي تبرر كيمون القلق والاعراب الصامتة ومن لاذ بفعلته معهم والصف الموازي لهم من مرتزقة واجراء وخوانة بتعدد مراتبهم وتسلسل وظائفهم بين الغارقين في اوهام الاستقواء والضالعين في العدوان تضيق المسافة وتقل الفواصل وتتلاشى الاختلافات تتطابق الذرائع والحجج وتتلاقى النيات والاهداف وتتشابه الهستيريا مع الرعب وتختلط الهواجس مع الاوهام لا فارق بين نتنياه واردوغان او بين حمد وليفني ولا اختلافة بين الاعراب التي حرضت واليد الاسرائيلية التي نفذت او بين اصوات المرتزقة التي هللت واستغاثت بالارهابيين التي رحبت امام المقص السوري تجتمع وعلى جغرافيا التأمر الكوني تلتقي لكن من يلعب بالنار عليه ان يتحمل اشتعال الحرائق فليس من باب المصادفة ان يستدعي الحاضر كما الماضي هستيريا اردوغان اذ لا يشفع له التاريخ وليس من موقع التخمين ان يخشى فابيوس ارتدادات المجازفة حيث لن ينفعه تفهم العربدة الاسرائيلية وليس بمقدور كيري ان يطفئ الهواجس الروسية وقد تورط رئيسه في الضوء الاخضر للعدوان اكثر من مرة ايار في يوم الشهيد يستطيع ان يختصر الحكاية وان يوجز في عنوينه كل التفاصيل التي تتوتر وتتزاحم هذه الايام وهو الذي يحفر في وجدان السوريين صفحات لا تكتفي بالتواريخ والاحداث وما فيها من منعطفات مفصلية بل تحضر معها ما سيكتبه السوريون بعدها وما ستسجله ارادتهم الواثقة انطلاقا منها فخطواتهم الثابتة والمتشبثة بالارض والحقوق سترد الصاع صاعين وهو ليس ببعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر